مرحبا بكل مشاهدي شاشة الآن اليوم رح نبدأ فقرتنا الرياضية مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون يلي انتقد افتقار الكثير من الملاكمين للشخصية بالوقت الحالي وقال بأنه ذلك تسبب بانخفاض شعبية اللعبة خاصة بأنه معظم الملاكمين الحاليين مستقيمون تماما على عكسه فهو كان في مشكلات مستمرة وكان حاضر دائم في الصحف ومن المعروف بأنه تايسون قضى ثلاثة سنوات في السجن من أصل حكم لست سنوات بعد ما أدين بالاغتصاب عام 1992 ثم عاد للحلبة في 1995 وأضاف تايسون المزيد من الجدل حوله عندما قدم جزءا من إذن منافسه إيفاندر هوليفيلد في نزال شهير بعد ذلك بعامين وأعلنت شبكة HBO التلفزيونية الأمريكية أنها لن تبث مباريات الملاكمة على الهواء بداية من العام القادم 2016 بسبب تراجع نسبة المشاهدة ننتقل بالخبر الثاني لنادي منشستر يونايتد الإنكليزي يلي عم يشهد انقصام في صفوف لعبي على إثر العلاقة المتوترة بين المدرب مورينيو ولعب خط الوسط بول بوكبا واللي زادت حدتها بعد المباراة الأخيرة للمان يونايتد أمام فريق ديربي كونتي بعد ما نشر بوكبا صورة وهو يضحك بعد هزيمة الفريق وخروجه من البطولة فقرر خمسة لاعبين التضامن مع بوكبا بعد طرده بسبب عدم رضاهم عن معاملة مورينيو بينما لا يزهر مورينيو يحظى بدعم من بعض الموالين لهو من بينهم ماتي تيتش وأنطونيا فالانسيا وأليكسيكس سانشيز وخبرنا الأخير لليوم عن نادي برشلونا الإسباني يلي أعلن عن تعديلات أجرها على شعاره الحالي علما بأنه آخر تعديل كان للشعار عام 2002 وذكر النادي بأن الشعار الجديد سيختفي منه الأحرف الثلاثة الأولى اللي بترمز للنادي الكتالوني وهنا FCB وسيتم وضع كرة مع علم أقليم كتالونيا بدلا من الأحرف رغبة من النادي بإعطاء المزيد من القيمة لللونين الأحمر والأزرق اللي بيعتبروا رمز للأقليم الكتالوني وأيضا رغبة منهم بإعطاء أهمية أكبر للكرة يلي هي العنصر المركزي لطريقة لعب برشلونا وسيتم العمل بالشعار الجديد اعتبارا من الموسم القادم في حال تمت الموافقة عليه نحن وصلنا لنهاية فقرتنا بشكركم للمتابعة وشوفكم بكرة بفقرة جديدة وعنوين جديدة